اشتركوا في القناة وفي بقية حياتي وراء في هذا القبول الأسود بمعية الزوج وأصدقائي قد تسألون كيف كان قادر على القيام بهذا الأمر والجواب طبعا هو عبر قتل حقيقة ودفنها وخلق أخبار بديلة إلى حين اقتناع البق الجميع بهذه الأخبار قولوا للناس بأن آية هي هابية وأنها متخصفة تهريب الفراد تهريب الإنسان وأنها بمعية الجميع مجرد إرهابين وليسوا ديمقراطيين على مدى السنوات كان نظام قدر على حجب الحقيقة نحن طبعا لسنا إرهابين ولكننا نشطاء اجتماعيين خلال سنوات السبعة الماضية انتقلت من واشنطن إلى مصر للبحث عن الحرية والحقيقة والسعادة وقمت بمساعدة أطفال الشوارع ومساعدة جميع الأطفال على مدرس وحمايتهم في هذا الخريف البارد قد تسألوني كيف تمكنت من التخلص من هذا النظام الجواب طبعا هو الحرية والحقيقة حينما يؤمن الشخص بالحقيقة ويدافع عنها فالجواب معروف وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعملون بدون خوف ولا وجر هم الذين يقومون وزوجي حينها هذه الفترة قام بإهدائه في صورة في عدل فالنتاين وقمنا بتسريب هذه الصورة ولما وصلت إلى جريدة واشنطن بوست تم تسأل كيف يمكن السماح لأشهر الثنائي المصري بأن يعيش وراء القطبان وحينها قامت سيدة زميلة جيسي تاون بالعمل ونشتري آخر أخبار وسؤال كيف لأمريكا تتخلى عن بأيا وزوجها ليقضي بقي عمرهما وراء القطبان وحينها اجاب الرئيس ترامب وقال بأن أمريكا تتخلى عن أياه والآن هعنا أمامكم وقدموا شهادتي من أجل الحرية وهذه الحرية التي يخشاها الجميع والتي يحتاجها العالم مثلاً أحد زملاء الصحفيين شوكان اللي تطبعاً لا زال يقضي بقية اعتقاله في سجن فرادي وهو فاز أخيراً بجهزة لونسكو فقط لأنه للنظام الحاكم اعتبره إرهابياً لا تتفاجأوا إن الدكتاتوريين يعرفون أن الديمقراطية تموت في الظلام ولهذا فأعتقد بأننا الآن يجب أن نعتبر أن هذا الديمقراطي هي سلاحة ولهذا أعتقد بأننا جميعاً من الضرطة أن نبقى جسنباً إلى جنب ونعمل من أجل كشف الحقيقة شكراً لكم السيارة والصحفيين في تقديم النور والعمل والديمقراطية للعالم الذي نقتسمه نحن الناس عبر العالم نحتاجكم شكراً لكم شكراً لكم